والمخج الثاني كما نعلم أيها الإخوة الحلق الحلق هو هذه المنطقة التي ترونها باللون الأزرق من الوترين شايفين الوترين إخواني هدول الوترين ها واضحين هاي الثانيات هي الحقيقة هادي ثانيات لكن الوترين هنا من هنا يبدأ الحلق إلى إلى ما فوق هادي اسم اللهات شايفين هادي اللهات هادي اللهات هادي وهادي هذا اسمه لسان المزمار شايفين هذا شو اسمه لسان المزمار هذا شو بيعمل هذا لو لا لمتنا جميعا لأنه لما بناكل يسد الفتحة الهوائية يسد القصبة الهوائية وإلا لدخل الطعام فين في القصبة الهوائية وطالعوا إذا بتطالعوا صح لا كنا نموت يعني كل الواحد مننا كل ستة شهر بيصير معه نوع من الإيش بالغلط يا بيبلع شيء من الماء يا وبيقع بيكحكح ساعة هذا إيش حتى يرينا الله عز وجل فضله علينا جل جلاله فهذه اللحمة الصغيرة سبحان من خلقها وهذه اللحمة شو اسمها اللهات إذن أيها الإخوة الحلق هو المنطقة الزرقاء التي تكلمنا عنها يبدأ من المنطقة السفلية من عند الوترين الصوتيين وينتهي عند اللهات هنا وفيه ثلاثة مخارج لستة أحرف طبعا كلها معروفة لدى فضيلتكم أقصى الحلق وسط الحلق أدنى الحلق هذا على سبيل الإجمال أقصى الحلق منطقة الأوتار الصوتية مخرج الهمزة والهاء ذكرت أن منطقة الأوتار هنا وهذا هو شكلها أيها الإخوة هذه الصورة مرسومة رسم وهذان الأبيضان هما الوتران الصوتية بهما تتكلم كل البشرية كل البشر يتكلمون بهذين الوترين هاتين اللحمتين الصغيرتين لو لا هما لما تكلم أحد الهمزة كما ترون تخرج بانطباق الوترين قولوا بعد إذنكم قولوا يأتونا يأ يأ مشي الصوت لا يأ ومشي الصوت في مجال ليه لأن الوترين منطفلان منطفلان تبهنا كيف والهمزة المتحركة بالعكس الهمزة المتحركة بالعكس يكون الوتران ملتصقان ثم ماذا يفعلان؟ يبتعدان عن بعضهما قولوا أ لاحظتم؟ أ البداية انقفال ثم إيه؟ انفتاح أو أو إي إي يأ يأ وضح إذن تخرج الهمزة الساكنة بانطباق الوترين الصوتيين وتخرج المتحركة بإيه؟ بتباعدهما بالعكس الهاء تخرج بانفتاحهما الجزئي الهاء تخرج بانفتاح الوترين انفتاحا جزئيا أ أ أ أ اهدنا اهدنا وجوه لا ريب فيه ها هو هي انتبهنا؟ الخطأ اللي ممكن يقع فيه المتكلم أيها الإخوة هو أن يباعد جدا بين الوترين عند نطق مين؟ قالها فيتدفق من بينهما كمية كبيرة من مين؟ من الهواء فتفرغ الرئة من الهواء تفرغ الرئة من الهواء ويا ليت الخارق بعد كل هذا التعب نطق إيش؟ نطقها انتبهنا؟ ما سبيل لك لا ريب فيه ما بتسمعوا هي؟ لا ريب فيه هذا شو عمل أخونا؟ بالغ في إبعاد الوترين إذن الوتران يبتعدان عن بعضهم ولكن يبقى بينهما تقارب جزء لا ريب فيه فيه إهدين الصراط إهدين الصراط إهدين 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 الصراط إهدين لاحظين شو بيصير بالهواء؟ يفرغ من الرئتين ويا ليته نطقها ما نطقها؟ وضح إخواننا الأمر سهل لكنه بحاجة إلى تدريب الأمر سهل بحاجة إلى تدريب هذا هو مين؟ أقصى الحلق منطقة إيه؟ الأوتار الصوتية طبعا الأوتار هذا على سبيل المجاز وإلا فهما كم وتار؟ وتارين انتبهنا؟ نحن في العام بيقول مثلا في السعودي بيقولوا رجولي رجولي عم تؤلمني رجولي كم رجل إليك؟ أقلوا رجلتين لكن بيوا رجولي هذا مجاز في إيه؟ في التعبير من قديم الزمان العرب تستعمل هذا طيب وسط الحلق منطقة لسان المزمار لسان المزمار هذا اللي حكينا عنه إخواننا شايفينه؟ هذا هذا لسان المزمار عند العين يرجع إلى الوراء إلى الجدار الخلفي هذا اسمه الجدار الخلفي شايفينه؟ هذا الطويل الجدار الخلفي للحلق واضح؟ هذا هو لسان المزمار يرجع إلى الوراء عند نطق العين فيتضيق المخرج لكنه لا ينغلق ركز يتضيق لكن لا ينغلق وفي نفس الوقت لازم يتضيق بمعنى إن لم نرجع لسان المزمار لن تخرج عين صحيحة يعني سماعو إياك نعبد وإياك نستعين نعبد نا وين العين؟ ما في عين انتبهنا لابد من ايه من رجوع لسان ابن ازمار وتضيق الحلق اياك نعبد اع 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 وضح الصوت اع ع ع ع عي نعبد تعبدون على انتبهنا اما اذا لم نرجع لسان المزمار يبقى المخرج واسع هذا التضيق الله يسلمكم شايفينه هذا التضيق هو الذي جعل العين بين الرخو والشديد وبين رخو والشديد العمر العين لماذا العين حرف بين الرخو نحن نعلم بان الحرف الرخو وسيأتي معنا ان شاء الله بصفات الحروف اذا ربي شاء الحرف الرخو هو الحرف الذي ايه يجري الصوت عند نطق به لاتساع المخرج والحرف الشديد هو الحرف الذي ينقطع ويبتر الصوت عند نطق به لانقفال المخرج اما الحروف الخمسة هادي لين عمر ففيها جريان جزئي للصوت فالعين كذلك العين من لين عمر لا هي حرف مثل اس اش اف شايفين قابلية الجريان بينما العين ما في هذه القابلية اسمعوا صوتها اع كمان اع شايف كيف عم يتخامدوا الصوت اع وانتهى اع واضح بينما الحاء الحاء رخوة مع انه من نفس المخرج اسمع اع شايف شفت الامتداد مرة تانية اع طب اسمع اع 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 شايف تخامدوا الصوت تخامد وتلاشى اع لكن هادي اح شايف الرحماني رح اح تبهنا كيف ثم لاحظ بارك الله فيك يا اخي انظر البعد بين لسان المزمار والجدار الخلفي للحق انظر في كم مساحته وانظر في العين كم مساحته شايفين التضيغ في حرف العين لا نجده فين في حرف ال الحق ابنى الحلق ابنى الحلق نستطيع ان نسميها منطقة ايش جزر اللسان مع الحنك اللحمي عندنا ايها الاخوة حنكان حنك لحمي وحنك عظمي هذا الاحمر شوفوا الاحمر هذا هذا شايفينه هذا شو اسمه الحنك اللحمي والاصفر هاد شو اسمه الحنك العظمي فمنطقة جزر اللسان هذه جزر اللسان هيبتجي بعد اقصى اللسان في عندي طرف اللسان بل عندي رأس اللسان رأس اللسان هو منتهى الطرف شو اسمه بيجي وراء شوي طرف اللسان بيجي وراء وسط اللسان بيجي وراء اقصى اللسان بيجي وراء جزر اللسان هذا جزر اللسان ما يمكن رؤيته اذا بدك تدخل ايدك لعنده تشعر بانك بدك ايه تستفرغ يعني واضح اخواني نعم هذه هي جزر اللسان جزر اللسان مع اللهات هالتضيقات شايفينه مخرج لكم حرف حرفان ما هما الغين هذا احدها وهذا مين هذا الثاني اللي هو مين الخاء لاحظ بانهما مرتبين او بانهما مرتبان الغين اولا ثم مين الخاء اعلى بقليل اذا همز ها عين ها غين خاء همز ها عين ها غين خاء سيبويشو قال همز الف ها قال من اقصى اللسان شو بيطلع ثلاثة حروف همزة الف ها وسط اللسان عين حاء ادنى اللسان غين خاء فحروف الحلق عنده سيبويكا مواحد سبعة عند الخليل ستة بينبنى على هالحديث شيء ما بينبنى عليه شيء لاني شرحت لكم واضح اخواني هذا هو الحلق نسأل الله ان يكريمنا واياكم بتلاوة ترضيه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته